السلام عليكم نقوم بحل موضوع مادة ثرياضيات اختبار مادة ثرياضيات السنة الثالثة ابتدائي نبدأ التمرين الأول أكتب الأعداد الآتية بالأرقام أو بالحروف نعطينا أعداد بالحروف و بالأرقام إذا كانوا بالحروف نكتبهم الأرقام إذا كانوا بالأرقام نكتبهم بالحروف ثلاثة ألاف وأربعة وأربعة ثلاثة ألاف و أربعة وأربعة هنا مئات متأ permettre 1044 عن Estimul نقوم بإمكانهم السفل و أربعة وأربعة سوف نقوم بتـالعشرات و الوحادات هياً تلاثة ألاف و اربعة و اربعون مئات مكانش نديرو السفر قلنا الوحدات والعشرات اربعة و مئات و اربعون هنا تمانة و الاف و واحد نصبه يدير مئات سفر والعشرات سفر هنا ثان تمانة و الاف ثمانية 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 الاف و واحد ثمانية الاف و خمس مئة و اثنان ثمانية الاف و خمس مئة و اثنان هذه العشرة ما كانش العشرة ما كانش 0 و 2 نروح الرقم الرابع 6 345 6 6 ألف و 3100 و 3100 و 3100 و 345 و 540 و 540 هذه 6 ألف و 345 ندنا ألف مئات العشرات الوحدات نروح للثماني الثاني املأ املأ الفراغات بما يناسب هنا لدينا الوحدات الوحدات بالغرام و كيلوغرام لكي نجمع المجموع عددين لكي نستطيع الجمع يكونوا من نفس الوحدة و إذا كانوا من وحدتين مختلفتين نقوم بعملية التحويل كما في المثال أول أدنا 650 زائد 150 هما في نفس الوحدة نقوم بعملية الجمع بطريقة عادية نجمع العددين 156 زائد 150 صف زائد صف 5 زائد 15 أحتفظ بالواحد 6 زائد 1 7 زائد 1 800 هنا 650 غرام زائد 150 غرام تعطينا 800 غرام المثال زوج و شرف غرام 250 غرام زائد 101 كيلو غرام زائد 1500 غرام هنا عدنا الغرام و كيلو غرام وشن نحويل الكيلو غرام الى الغرام وشن نستطيع النجمة العملية هذه يكون من نفس الوحدة هنا نقوم الجدول التالي الغرام هل كيلو غرام نقوم هكتو غرام ديكا غرام و الغرام و ما نشاهد 250 غرام 250 غرام هذه الوحدة 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 مع الوحدة نجيب 250 غرام هذي نحن نضع الوحدة في الوحدة الذي معها 250 غرام لو وجدنا 1 كيلو غرام نكسب 1 كيلو هذي 1 كيلو غرام كيلو غرام هذي غرام نزيد أصفال نقوم بعملية الجمع بما أن العدد الأول في الغرام والثاني في الغرام والثالث في الغرام نقوم بعملية الجمع تحويل الوحدة لدينا 1000 250 و 1500 غرام نستطيع نقوم بعملية الجمع نقوم بعملية الجمع نقوم بعملية الجمع إلى ذلك نقوم بعملية الجمع لتـ كيلو و أصبحت 1 أصبحت لكن ثم كيلو أي زائد ثم كيلو ثم مجموعة عددين من وحدتين مختلفتين هنا كيلوغرام والغرام وهنا قلت لك النتيجة بالغرام وخصنا نحول الكيلوغرام إلى الغرام 8 كيلوغرام ما حال فيها من الغرام نزيد الأصفال ساوي 8000 الغرام نزيد لها 1000 غرام ما حال تقول لنا 9000 غرام نقوم بعملية الجمع 8000 غرام زائد 1000 غرام 0 0 0 8 1 9000 غرام هناك تعدنا 8 كيلوغرام حولناها الغرام ولكن نستطيع نقوم بعملية الجمع هنا قلتنا 8000 غرام زائدنا 1000 غرام 9000 غرام 8 كيلو غرام زائد 1000 غرام روح المثال هذا 400 غرام زائد 350 غرام زائد الغرام بما أنهم بالنفس الوحدة نستطيع عملية الجمع وعندما نستطيع عملية الجمع تساوي 1 كيلو غرام 400 و 350 تساوي 1 كيلو غرام بما أنهم بالنفس الوحدة هنا نستطيع الجمع هنا تساوي 1 كيلو غرام ثم نحاول 1 كيلو غرام نحاول 1 كيلو غرام إلى 1 كيلو غرام 1 كيلو غرام فيها 1000 غرام وحال العدد لكي يكون لدينا 1000 غرام نستطيع الجمعها ونقصها من 1000 نستطيع الجمع 350 50 ثم نستطيع الجمع ثم نستطيع الجمع ثم نستطيع الجمع واحد كيلو غرام للغرام تعطينا الف غرام الف غرام شحان نزيده هنا بس نسيبه الف غرام زائد شحان نزيده هنا بس نسيبه الف غرام ينديره الف ناقل سبعمية وخمسين تعطينا ميتين وخمسين او لا نحسبه هنا هنا السفر زائد كيف تعطيه 0 تعطينا 0 خمسة زائد خمسة زائد شحال يعطينا 0 زائد خمسة تعطينا هنا 5 زائد خمسة تعطينا 10. 1 هنا سبعة زائد الواحد ثمانية زائد هنا شحات تعطينا بس نسيبه عشرة اثناني الصف زائد الصف تعطينا الصف خمسة زائد خمسة تعطينا عشرة ناكتب الصف واحتفظه بالواحد هنا سبعة زائد واحد ثمانية ثمانية زائد اثناني عشرة ونضير الف ناقص سبعة سبعة مئة وخمسون صف ناقص 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 ص المثال المراعي كيف كيف 750 زائد 50 هناك 400 زائد 350 زائد 250 تعطينا 1000 غرام 1000 غرام هذا 1000 غرام كي نحاولوها الكيلوغرام نسيبوه كيلوغرام واحد كيلوغرام ينحاولو في اللول كل شيء الغرام 1000 غرام نديرو العمالية 1000 ناقل سبعمية وخمسين نسيبوه 200 وخمسين روح المثال الثاني المثال 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 زائد 50 تعطينا 800 500 5 زائد 50 10 0 800 غرام وهنا يتساوي 1 كيلوغرام نحاولوها 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام هي 1 غرام 1 كيلوغرام بما أن نعطينا الغرام نحاولوها إلى الغرام هنا تحلوه 1 كيلوغرام أو 1000 غرام هنا تحلوه 200 mash 8 2 10 1000 ون Guer kayak 1000 نقص 18 800 6 7 8 10 än هنا على نفس المثال هنا أعطونا هذا الحال يخصنا هنا يجمع هذا ونسيبه 1 كيلو غرام 1 كيلو غرام قلنا التاني نحوله إلى الغرام ونجمعه هذا ونطرحه من ألف ولكن نسيبه هذا العدد لدينا 550 زائد 155 550 زائد 150 لدينا الصفر 5 زائد 15 أحتفظه بالواحد 5 زائد 1 ستة 6 زائد 1 سبعة أعطونا 700 وهنا لدينا 1 كيلو غرام نحولها للغرام فيها ألف هذه ألف غرام هنا يخصنا هنا لنصل إلى الألف يخصنا هنا يخصنا 300 هذه الصفر 7 زائد 13 7 زائد 13 لنصل إلى الألف ولنضع العملية الأخرى نضع ألف هذه ألف ألف ناقص هذه العددين 700 نصيبه 300 1000 ناقص 700 سف ناقص سفر سف ناقص سفر سف ناقص سفر 10 أستليف الواحد ناقص سبعة ثم أرده سف ناقص سبعة لا أستطيع أستليف الواحد ثم أرده 10 ناقص سبعة ثلاثة واحد ناقص واحد يساوي السفر تعطينا 300 هيا دينا 300 غراء روح المثال الثالث عن الزوايا القائمة في كل شكل وأكتب عددها هنا عدنا هذا متلت هذا متلت قائم الزاوية 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 القائمة هنا عددها هنا واحد واكتب عددها في كل شكل هنا الزاوية القائمة نحن نعرف الزاوية القائمة هي الزاوية التي ما بين دلعين تساوي 90 درجة هوا الدلع الأول هوا الدلع الثاني هيا الزاوية 90 درجة كما هنا يع fui لدينا زاوية هذي زاوية حادة وهنا هذي زاوية حادة ليست بزوايا قائمة الزاوية قائمة هذي سوف نقوم بالمقالة سوف نقوم بتعليق 90 درجة على الأكس هذه الزاوية أقل من 90 درجة هي الزاوية حادة و ما لدينا الزاوية ؟ لدينا الزاوية واحدة نذهب إلى المشكل الثاني نرى ما لدينا الزاوية القائمة هذه الزوج ثلاثة 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 هذه الزاوية واحدة هذه الزوش ثلاثة لدينا ثلاثة زوايا قائمة هذا الشكل لدينا ثلاثة زوايا قائمة هذه الزاوية حادة لا يوجد 90 درجة أقل من 90 درجة الروح الثمارين الرابعة ما هي المرتبة؟ مرتبة الرقم السبعة في الأعداد الآتية هنا أعطينا أعداد وقال لك ما هي المرتبة؟ المرتبة التحم هي في المرتبة الأحد الوحدات المئات الالاف عشرات المئات هنا كي نضيفها نضيف الجدول نضيف الجدول نضيف الجدول لكي نضيف المرتبة الثانية المرتبة السبعة نضيف العدد ونضيف المرتبة السبعة نضيف الجدول و 7,970 هنا يكتبون مرتبة العدد 7 هنا في 7 فشرة لدينا الواحدات والعشرات والمئات المرتبة 7 العشرات هذا 7 رف العشرات نرى مرتبة العدد 7 في العدد الثاني هنا لدينا الواحدات العشرات المئات 7 رف الواحدات نرى العدد الثالث لدينا الواحدات العشرات المئات رف المئات نرى العدد الرابع لدينا الواحدات العشرات المئات الالاف السبعة رف الالاف هذه المرتبة 7 و 6 لاحظ الشكل ثم اكمل الفراغ بالكلمة متوازيا أو متعامدا أعطينا الشكل اللغة مستقيمات متوازية ومتعامدة أعطينا الجملة المستقيم olc والmستقيم bd نحوّسوا نروحوا لشكل ونحوّسوا على المستقيم olc والmستقيم bd لنراه الآن نشوفهم أسكو هل هما متوازيان أم لا متعامدا هذا المستقيم olc وهذا ومستقيم bd وهذا هما المستقيمان متوازيان هنا نكتبه متوازيان متوازيان نذهب إلى الجملة الثانية مستقيم أبي وبيدي نذهب إلى الشكل نحوص عن المستقيم أبي هذا أبي وهذا أبي وهذا ببيدي وهذا أنا مستقيما هذا التعامد هنا 90 درجة زوية 90 درجة نقوله متعامدان رحو الجملة الثالثة مستقيم CD و EF مستقيم EF هما مستقيمان متوازيان هذا المستقيم الأول موازي المستقيم CD متوازيان رحو الجملة الرابعة المستقيم DF والمستقيم EF DF و EF متعامدان هوا المستقيم DF و EF مستقيمان متعامدان التعامد الزوية التعامد هذه الزوية التعامد هنا في النقطة هذه زوية التعامد متعامدان رحو التمرين السادس يملك ناسيم 9500 دينار يريد شراء هاتف نقال بمبلغ 6500 دينار وقبعة بمبلغ 1350 دينار وكرة بمبلغ 1650 دينار هل يستطيع ناسيم أن يشتري ما يريده كم يبقى له قبل أن نقوم بالعمالية نرى ثمان الشراء ثمان الشراء اللي شراء بهم ناسيم والشاشراء ناسيم شاشراء ناسيم 6500 دينار وقبعة بـ 1300 وكرة بـ 1650 دينار الثمان الشراء نقوم بمجموعة كل المشتريات هنا ثمان المشتريات ثمان المشتريات يملك مجموعة كل المشتريات نقوم بعملية الجمع زائد 1050 زائد 1650 نقوم بعملية الجمع ونرى نرى ما نرى نقوم بعملية الجمع نقوم بعملية الجمع 6500 زائد 1350 زائد 1650 سف زائد سف زائد سف زائد سف زائد سف زائد سف خمسة زائد 15 أتفيد بالواحد 5 زائد 1 6 زائد 3 9 زائد 8 مشتريات 9500 دينار جزائري 8 مشتريات 9500 دينار جزائري ويملك ناسيم 9500 دينار هل يستطيع ناسيم أن يشتري ما يريده؟ نعم يستطيع أن يشتري ما يريده لأن ثمن المشتريات يساوي ثمن ما يملك ناسيم نحن ندر الجواب نعم يستطيع ناسيم أن يشتري ما يريده لأن لأن ثمن مشتريات يساوي ثمن ما يملك ناسيم كم يبقى له؟ أنا كم يبقى له لم يبقى له الشيء كم يبقى له؟ هل يملك؟ أكل المشتريات نعم المشتريات بعد كم يبقى نعم يبقى تسعلاف وخمسمائة وخمسين يساوي صفر دينار جزائري ثمن المشتريات ثمن ما يملك نسيم ناقص ثمن المشتريات ويساوي تسعلاف وخمسمائة ثمن ما يملك نسيم ناقص تسعلاف وخمسمائة دينار جزائري مشتريات ويساوي صفر دينار جزائري كم يبقى له يبقى له صفر دينار جزائري هل يستطيع الناس نعم كم يبقى له لم يبقى له شيء والله هو لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم